مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب وانا بشكر ربينا كتير لأجل كل المتابعين لبرنامج عبر الكتاب وبتوصلنا كتير من رسائلكم المشجعة وكذلك من أسئلتكم والأمور التي تريدون أن تسمعوا عنها أو حبينا عبر الكتاب يتناولها كموضوعات النهاردة بنحتفل بالحلقة رقم 300 من برنامج عبر الكتاب وحبينا النهاردة يكون وقفة لنا نحن نعمل كده مراجعة شاملة على الحلقات اللي فاتت ونتقوى ونتطلع إلى أيام مجيدة وحلقات أخرى كثيرة الرب يستخدمنا فيها لكي نقدم كلمة الرب بكل استقامة ونفسرها بكل استقامة النهاردة بنحتفل البرنامج بمرور 300 حلقة وعبر الكتاب منذ أن بدأ وهو برنامج يهتم بتقديم كلمة الله وبتعريف المشاهدين بمحتوى الكتاب المقدس وبالتعامل مع النصوص والأسئلة الصعبة المتعلقة بالإيمان المسيحي وكذلك بالرد على أسئلة المتشككين الذين يطرحونها المتعلقة بكلمة الرب والمتعلقة أيضا بالإيمان المسيحي البرنامج مر بمرحلتين الفترة اللي فيها اللي فاتت كلها مرحلة الأولى اللي بدأ فيها البرنامج بدأ كنص ساعة وبدأ برنامج مسجل وكنا بنعمل فيه بنقدم يعني مقدمات بسيطة لكل أصفار الكتاب المعدس وبعدين من أكتر من سنتين بدأنا في بث مباشر لبرنامج عبر الكتاب والوقت بتاع عبر الكتاب زاد وأصبح ساعة بدل ما كان نصف ساعة والنهاردة حابين كده نعمل مراجعة من خلالها نشكر ربنا على ما قدمناه في هذا البرنامج وكمان بنشكر ربنا لأجلكم لأنه لولا تشجيعكم ولولا متبعدكم ولولا أيضا اهتمامكم بهذا البرنامج يعني البرنامج ده ما كانش يبقى له أي قيمة كثيرة جدا لكن حضراتكم اللي بتعطوا لهذا البرنامج أنه الدفعة أنه يكمل وأيضا اهتمامكم به ومتبعدكم له هو أكبر مشجع علينا وإحنا بنقدم هذا البرنامج وبنهتم بتقديم كلمة الله في هذا البرنامج حابب قبل ما نعمل مراجعة حابب أقرى جزء من كلمة الرب وحابب أقرى من فليبي ومن أصحاح واحد والرسول بوليس بيقول للمؤمنين في كنيسة فليبي أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي مقدما التلبى لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل وأنا بعتبر أن كل المشاهدين هم مشاركين في هذا البرنامج سواء المؤمنين الذين يعني يستفيدون من هذا البرنامج أو سواء الذين عندهم أسئلة ويبحثون عن إجابة أو الإخوة العابرين وهم كثيرين أيضا الذين يبحثون عن دراسة لكلمة الرب تساعدهم في علاقتهم وفي فهمهم للكتاب المقدس جميعكم مشاركين في هذا البرنامج واثقا بهذا عينه أن الذي الله الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح الرب الذي ابتدأ هذا العمل الصالح الرب الذي عمل فينا لكي نبدأ هذا العمل الصالح هو أيضا الذي يكمل إلى يوم مجيء المسيح فأشكركم جدا من أجل متابعتكم ومن أجل مشاهدتكم ومن أجل مداخلاتكم ومن أجل أسئلتكم ومن أجل الذين يتابعون على صفحة الفيسبوك ومن أجل الذين يشاهدون أيضا الحلقات بتاعتنا على اليوتيوب ومن أجل الذين أيضا يشاهدونها على الحياة tv.com واللي يتابعون في كل وسائل التواصل الاجتماعي واللي يتابعون طبعا أسبوعيا لايف على التلفزيون نشكركم ويعني نعتز بكم ونصلي لأجلكم باستمرار خلال السنين اللي فاتت من عبر الكتاب وخلال التلتمية حلقة أو 299 حلقة اللي مروا من حياة أو من تاريخ عبر الكتاب قدمنا فيهم حلقات كثيرة جدا جدا بدأنا زي ما قلت بدأنا البرنامج بتقديم مقدمات لأسفار الكتاب المقدس فبدأنا بمقدمة كده عملنا أكتر من حلقة مقدمة للكتاب المقدس وبعدين عملنا مقدمة لمخطوطات العهد القديم وخدنا غالبا حلقتين أو 3 عن مقدمات العهد القديم وبعدين خدنا أيضا أكتر من حلقة عن مقدمات مخطوطات العهد الجديد زي ما خدنا مخطوطات العهد القديم خدنا أيضا مخطوطات العهد الجديد وبعدين قدمنا دراسة عن أسفار موسى الخامسة عن التوراة كلمنا خدنا من التكوين للخروج للوين للعدد للتثنية وكلمنا عن مين هو الكاتب وامتى تكتب السفر وإيه هو محتوى السفر وإيه هي أهم الحقائق اللاهوتية اللي بيقدمها لنا كل سفر وكلمنا أيضا عن بعض النصوص الصعبة كنا دايما كان عندنا عادة كده أنه بعد لما بنقدم دراسة عن سفر كنا بناخد النصوص الصعبة اللي هي بتبقى فيها نوع من الأسئلة أو محتاجة نوع من التوضيح أكتر يعني مثلا لما خدنا سفر التكوين خدنا بعض العبارات الصعبة اللي موجودة في سفر التكوين اللي دايما البعض بيسأل عنها زي هل الله يندم هل الله يستريح أيضا الفلك وحجمه إلى آخره واتكلمنا عن الخروج وكلمنا أيضا عن النصوص الصعبة في سفر الخروج وفي سفر اللويين إلى آخر الأصفار اللي هي أصفار موسى الخمسة وقدمنا مقدمة هي ما كانتش مقدمات تفصيلية يعني ما قدرناش ناخد كل سفر مثلا وناخد كل أصحاح من كل سفر لكن كان الغرض إن احنا نعمل زي فارشة كده أو مقدمة عامة تساعد حضراتكم لما تيجوا تفتحوا سفر التكوين أو الخروج أو أي سفر إن انتوا تعرفين من الكاتب وزمن الكتابة وأهم الموضوعات اللهوتية وإزاي تقدر تفهم السفر وإزاي السفر كله يعتبر وحدة وحدة فخدنا زي ما قلت لحضراتكم خدنا الأصفار موسى الخمسة بدأنا بها بعد كده قلنا ناخد الأصفار الشعرية وأصفار الحكمة فعملنا دراسة عن أصفار الشعرية وعن الشعر في اللغة العبرية وخدنا مقدمة طويلة عن الشعر وعن تأسيمه وإزاي قدر أفهم الأصفار الشعرية وبعدين خدنا مقدمات أيضا عن سفر أيوب وبعدين المزامير وسفر الجامعة وسفر الأمثال وبعدين سفر الجامعة وبعدين سفر نشيد الأنشاد اللي هي بتعتبر الأصفار الخمسة اللي بنسميها الأصفار الشعرية أو أيضا بيطلق عليها بعضها الأصفار الحكمة وخدنا دراسة عن أهم النقطة في هذه الأصفار وتناولنا أهم القضايا التي يناقشها هذه الأصفار وتكلمنا أيضا عن تاريخ الكتابة ومن الكاتب كل هذه الحلقات على فكرة يمكن بعض الحلقات مش موجودة النهاردة على اليوتيوب مش كل حلقات عبر الكتاب موجودة على اليوتيوب موجودة عدد كبير جدا من الحلقات على اليوتيوب لكن كل الحلقات موجودة على صفحة islamexplain.com ولو دست بس على عبر الكتاب هيجي لك كل حلقات عبر الكتاب منذ أن بدأ عبر الكتاب في خدمة حضراتكم وفي تقديم التوضيح وشرح لرسالة الإنجيل بعد كده كلمنا عن الأنجيل الأربعة نقلنا من العهد الأديم كنا بنعمل زي نوع من الشفت كده علشان الناس المشاهدين ما يزهقوش أن احنا نقضي مثلا سنتين ثلاثة مثلا في العهد الأديم وبعدين نروح للعهد الجديد فكنا بنعمل ناخد مجموعة من الأصفار وحدة وحدة كده من العهد الأديم وبعدين نروح ناخد وحدة أخرى أخرى من العهد الجديد بحيث أن احنا كنا نعمل البالانس ما بين دراسة العهد القديم والعهد الجديد وقدمنا بعد كده دراسة عن الأنجيل الأربعة خدنا مقدمة طويلة عن الأنجيل ويعني إيه إنجيل وهل المسيح يعني نزل عليه إنجيل كما يدعي البعض أم أن الإنجيل في الفكر المسيحي مختلف تماما عن ما هو موجود في الفكر الإسلامي واتكلمنا كتير جدا جدا عن هذا الأمر وشرحنا وقلنا المسيح هو الإنجيل لأن من ميلاده وحياته وتعليمه وموته وقيمته ده هو الخبر الصار فالخبر الصار أن الله كان في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياهم ده الأخبار الصارة الأخبار الصارة اللي سجلها لينا البشير متى عن يسوع الأخبار الصارة اللي سجلها لينا مرقص على لسان التلميذ يسوع بوتروس الأخبار الصارة اللي تسجلها لينا لقى تلميذ بوليس الرسول والتي أيضا سجلها لينا البشير يحنى في إنجيله الأربع بشائر لقدمت لنا أربع وجهات نظر للرب يسوع لحياته يسوع المسيح الملك يسوع المسيح العبد الخادم يسوع المسيح الإنسان الكامل ويسوع المسيح ابن الله هذه الصور الأربعة المكملة لبعض هي الأناجيل الأربعة وخدنا دراسة عن محتوى كل إنجيل وعن زمن الكتابة وعن أهم النقاط اللهوتية ولماذا يركز كل إنجيل على بعض الأمور المهمة في حياة الرب يسوع وشفنا كمان أن الأناجيل هدفها الأساسي هو أن يؤمن كل من يقرأ هذه الأناجيل أن يسوع هو المسيح ولكي يكون له حياة بالإيمان باسمه وشفنا قدقين أن متى قدم الأناجيل دي لليهود أو إنجيله لليهود وقدم المسيح الملك لليهود وشفنا أيضا زي ما شفنا يحنى قدم يسوع المسيح ابن الله المتجسد عشان كده بدأ إنجيله مختلف عن بقية الأناجيل يكلمنا عن في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت من الناس وبعدين يجي يقول لنا والكلمة صار جسدا وحلى بيننا ورأيناه مجدا كمال وحيد من الآب مملوء نعمة وحقا فبنشوف قد إيه إنه دراستنا عن الأناجيل الأربعة وهذه الدراسة موجودة أيضا كانت دراسة مهمة وأساسية لفهمنا لمحتوى الأناجيل الأربعة وبعدين رحنا رجعين تاني أنا باخد بس حضراتكو ده بجولة سريعة رحنا رجعين تاني للأصفار النبوية وخدنا الأنبياء الكبار والأنبياء الكبار هو أشعياء وإرمية وحسقيال ودانيال وكلمنا عن الأربع أنبياء ده طبعا في مقدماتنا عن العهد القديم قلنا إنه التأسيمة بتاعتنا النهاردة دي اللي موجودة بين إيدينا دي مش هي تأسيمة اليهود للإنجيل أو للكتاب المعدس وإن كنا بنقول إنه الأنبياء الكبار يعني أشعياء وأرمية وحسقيال ودانيال لكن اليهود لهم تقسيمة أخرى واتكلمنا عنها بالتفصيل وقلنا إنه دانيال كمان ما يعتبرش سفر نبوي في نظر اليهود دانيال يعتبر سفر تاريخي في الفكر اليهودي وعشان كده دانيال لا يحسب ضمن أصفار الأنبياء لكنه يحسب ضمن الأصفار التاريخية لأن السبب الأساسي إنه دانيال الله لم يدعوه كنبي كويس؟ هو كان له علاقة شخصية بالله والرب استخدمه وأعلن له أمور كثيرة جدا لكنه مثل مثلا أشعياء الذي دعاها الله لكي يكون نبي أو أرمية الذي دعاها الرب منذ قبل أن يولد أو حسقيال الذي أيضا دعاها الرب لكي يكون نبي لكنه كان يعني سفر يعتبر سفر تاريخي يحتوي على نبوات كثيرة جدا لكن في طبيعته ليس كأشعياء ولا حسقيال ولا أرمية وبعدين بعد كده بدأنا ندرس العهد الجديد مرة تانية ورجعنا إلى رسالة تعتبر من أهم رسائل العهد الجديد وهي رسالة رمية ويمكن أكتر رسالة خدت مننا عدد كبير من الحلقات كانت رسالة رمية خدنا في مقدمة رسالة رمية فقط سبع حلقات ده مقدمة مش دراسة بس إحنا بس قعدنا نقول إيه هي رسالة رمية وماذا تتضمن رسالة رمية خدنا سبع حلقات أعتقد من الحلقة خمسين من برنامج عبر الكتاب إلى الحلقة سبعة وخمسين من برنامج عبر الكتاب إن إحنا نغطي فيها نغطي فيها السبع سوري في سبع حلقات نغطي فيها الستاشر أصحاح بتوع رسالة رمية كلها لأنها كانت رسالة مهمة ورسالة جوهرية وأنا شخصيا يعني أشجع كل مؤمن كل مؤمن لو حد يدرس سفر دراسة متأنية وعميقة أشجعه إنه يدرس رسالة رمية لأنها الرسالة اللي بتقدم لنا الإنجيل بكبر الله الذي ظهر في يسوع المسيح فرسالة رمية من الرسائل المهمة جدا وبعدين بعد كده درسنا بعد كده درسنا مع بعض أيضا بقية أصفار العهد الجديد وتناولنا هذه الأصفار سفر سفر ورجعنا مرة تانية للعهد الأديم ودرسنا الأصفار التاريخية ابتداء من يشوع وقضاء وإلى أن وصلنا إلى عزرة ونحمية وبعدين درسنا أيضا الأنبياء الصغار في دراسة وفية تناولنا فيها كل أصفار الأنبياء الصغار الـ 12 سفر كل سفر يمكن خد أكتر من حلقة تناولنا فيه مقدمة لهذه الأصفار وبعدين رجعنا للعهد الجديد كملنا مع بعض أيضا رسائل العهد الجديد حتى وصلنا إلى سفر رؤية فعندنا بصراحة في برنامج عبر الكتاب عندنا مقدمات لـ 66 سفر بتوع الكتاب المؤدس من أول سفر التكوين وحتى سفر سفر الرؤية عندنا دراسة لأي واحد يحب أنه يعرف يعني إيه محتوى السفر يعني لو عايز يدرس عن سفانيا ممكن يلاقي حلقة أو اثنين عن سفر سفانيا من أصفار الأنبياء الصغار ويفتح السفر ويتفرج على الحلقات ويبدأ يدرس وهذه يعرف مين الكاتب وإمتى تكتب وظروف الكتابة وأهم الموضوعات الأساسية وتأسيمة السفر إلى آخر هذه الأمور اللي بتساعدنا بتكون المواضيع دي كلها بتكون عاملة زي المفاتيح اللي بين إيدنا اللي بنفتح بيها طاقة من المعرفة في كلمة الله يعني حتى لما باجي لأي سفر من أصفار العهد الجديد لو مثلا حتى رسالة غلطية قبل ما أدرس رسالة غلطية أنا محتاج أعرف بالزبط ليه الروح القدس كتب رسالة غلطية وإيه هي أهم القضايا اللي يعني تحدث عنها الرسول بوليس في رسالة غلطية وإيه هي المشكلة اللي كانت موجودة وكيف تناول الرسول بوليس هذه المشكلة وإيه هو الخطر الذي كان يهدد الكنيسة فلما بعرف الحاجات دي وأنا بأرى الرسالة كأنه يعني في معرفة وأبواب من المعرفة بتنفتح لي حتى بقدر أفهم هو ليه قال العبارة دي وليه قال الجملة دي وليه قال الفقرة دي وليه الكلمة دي تقالت هنا وليه وصفهم بالوصف دوا وليه وبخهم أو ليه يعني شجعهم أقدر أفهم محتوى السفر اللي أنا بقرأه مهم جدا إن إحنا لو يعني حابين ندري سفر إن إحنا ممكن نرجع للحلقات دي والحلقات دي كلها موجودة ومتوفرة ويعني أتمنى في يوم من الأيام إن إحنا نقدر إن إحنا نحطها على ورق وتبقى كمان موجودة في كتيبات نقدر نستخدمها في مجموعات للدراسة في البيوت أو في الكنيسة ونقدر ندرس بصورة شخصية كل سفر من أصفار الكتاب المقدس علشان نقدر نفهم كلمة الله بعمق ونبنى في الإيمان وفي معرفة شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ده كان اللي يمكن الجزء الأولاني من البرنامج لما كان البرنامج مسجل ولما كنا بنقدم هذه الحلقات في برنامج يعني زمنه نص ساعة لكن دخلنا في مرحلة جديدة كويس والمرحلة الجديدة دي كانت أن البرنامج عبر الكتاب صار برنامج مباشر وأصبح أيضا بيتناول عبر الكتاب قضايا دفاعية وقضايا لهوتية وقضايا أخلاقية مسيحية بيقدمها ويقدم الشرح فيها ويجيب على أسئلة ويجيب على شكوك وأيضا يعني يقدم ردود على هؤلاء المتشككين والذين يتعنون في كلمة الرب في كده فيديو حاولنا نجمع يعني بعض اللقطات من بعض الحلقات الخاصة ببرنامج عبر الكتاب فهناخد الفيديو ده ناخد أجزاء منه وإحنا بنتابع مع بعض ونسترجع ما قد قدمناه في برنامج عبر الكتاب من خلال موضوعات ومن خلال أضايا مهمة جدا خلونا نشوف الفيديو ونعلق عليه مشكلة الإسلام مع حقيقة صلب وموت المسيح هي كالآتي الفشل في تقديم دليل واحد يؤكد عدم صلب المسيح أما الموقف المسيحي على مدار التاريخ ومئات السنين قبل ظهور الإسلام وبعد ظهور الإسلام هو الإيمان بأن المسيح قد صلب في اليهودية وأنه مات ودفن وأنه قام وظهر دي من أهم المشكلة اللي تناولناها وما زلنا بنتناولها لأنه هذه الأضية مهمة جدا إحنا بالنسبة لنا كمسيحيين مؤمنين قضية صلب وموت المسيح قضية موت وحياة كويس هي قضية يبنى عليها الإيمان المسيحي كله وعشان كده يمكن من أكتر الحقائق اللاهوتية التي اهتم بيها الوحي المقدس أن يسجل لنا على صفحات الكتاب المقدس في عشرات الصفحات وعشرات أيضا الأصححات عن حقيقة موت الرب يسوع وصلبه ودي نقطة الإبليس يعني يعني إبليس يريد أن الإنسان لا يخلص ويريد أن الإنسان لا يدرك ولا يفهم عمل يسوع المسيح الخلاصي لأجل حياته وبالتالي بيشوه الصليب وبيحاول أنه يطعن في تاريخية الصليب وفي تاريخية صلب يسوع المسيح وكأنه بيعمل يعني فيفر أو إحسان ليسوع المسيح لما يقدم يسوع لأنه ما تصلبش مع أنه يسوع المسيح أساسا أتى من أجل أن يصلب من أول ما أعلن الملاك ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم فالإعلان السماوي عن ميلاد يسوع المسيح تضمن إرسالية يسوع المسيح وإرسالية يسوع المسيح أساسا هي أن يبذل نفسه فدية عن كثيرين لكن ييجي النهاردة يعني البعض طبعا ده مش جديد لكن ده موجود من 14 قرن يطعن في صلب يسوع المسيح وفي موت يسوع المسيح نكمل مع بعض الفيديو ده ونعلق أيضا على بقيته وأنه قام وظهر كفا فالمشكلة اللي عند الإسلام هي الفشل في تقديم دليل واحد يؤكد صدق الرواية الإسلامية صدق الرواية الإسلامية فلما نيجي هنا نشوف هاوضح دي بأكتر براهين صلب المسيح إذا كلمنا عن براهين صلب المسيح براهين صلب المسيح من الجانب المسيحي وفي الجانب الإسلامي هنحط الاتنين قدام بعض وهنشوف ويس إذا جينا إلى الجانب الإسلامي هي فقرة فقرة يمكن مش آية كاملة لكنها فقرة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم هي دي طيب ما فيش أي أجزاء أخرى ما فيش أي أجزاء أخرى موجودة في القرآن تؤكد هذه الحقيقة ما فيش دليل منطقي ما فيش دليل تاريخي ما فيش دلائل حتى يعني موجودة هنا أو هنا براهين أخرى لا هو دوا هذه النص اللي بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم خلينا حطها بالطريقة دي لا يوجد كلمة لا نحطتها بالحجم الكبير لا يوجد دليل واحد تاريخي منطقي يتناسب مع الحدث من شهود عيان عاشوا أيام الحدث من كتابات قديمة موجودة بقالها 600 سنة والعمرها أكثر من 600 سنة لا يوجد دليل واحد استطاع الإسلام أن يقدمه دليل منطقي أو تاريخي استطاع الإسلام أن يقدمه لكي ما يبرهن على صدق الرواية الإسلامية أو القرآنية أن المسيح لم يصلب النهاردة هتكلم عن نقطتين مهمين جدا أقف هنا لأنه لو جينا للجانب الآخر طبعا ونجد أن الأدلة كثيرة وبالعشرات كويس وده هو بصراحة التحدي التحدي الذي يثبت صدق أو كذب ما ينفعش أن المسيحية أو الأنجيل تكون صادقة في نفس الوقت يكون القرآن صادق لأن الروايتين متضدين لبعض أكيد واحد فيهم صح واحد فيهم غلط كويس فيا إما يكون الأنجيل غلط ويا إما يكون القرآن غلط وعلى المدعي أن يثبت صحة ادعائه وهنا يعني ده ده التحدي اللي موجود واللي بيفشل دايما المسلم في الرد عليه هو بيؤمن مدام أن القرآن هو مقتنع أن القرآن هو يعني المعصوم مدام القرآن من الله وقال كده يبقى هو قال كده يعني كده هو ده صح كويس أما الأنجيل بقى اللي مليانة عشرات الأدلة وعشرات الصفحات اللي بتتكلم عن صلب المسيح وعن تفاصيل دقيقة جدا متعلقة بصلب المسيح فهو في نظر لا 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 وده المنطق المعكوس بسميه كويس طبعا قضية صلب المسيح نقشناها في حلقات كثيرة كمان من ضمن الموضوعات اللي نقشناها نقشنا حقيقة الإنجيل هل هو إنجيل واحد أم أربع آنجيل ودايما كان السؤال اللي بيسأله الإخوة المسلمين هو عندك إنجيل واحد أو أربع آنجيل وكان لازم نشرح يعني إيه إنجيل واحد ويعني إيه أربع آنجيل فعملنا حلقة أو يمكن أكتر من حلقة بالعنوان دو أن إنجيل واحد أم أربعة حتمية التجسد ومعنى التجسد لأن المفهوم الشائع غير المسيحيين عن التجسد هو حكتين إما أن الله تحول إلى إنسان أو إما أن إنسان رفع وصار إله والحكتين دول هم أيضا خطأين وهرتقتين لا نؤمن به ما نحن فلا نؤمن بأن الله تحول إلى إنسان ولا نؤمن بأن إنسان رفع وصار إلها لكن نؤمن أن الكلمة صار جسدا نؤمن بأن الكلمة الأزلي الموجود مع الآب منذ الأذل ارتضى أن يتخذ لنفسه طبيعة بشرية مثلنا بلا خطيئة فالتجسد هو اتحاد بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية لكنه ليس تحول وليس ارتفاع أو تبني لو حبينا ناخد التعبير الصحيح كيف ولماذا جرب المسيح؟ وطبعا خدنا حلقة كبيرة عن تجربة المسيح وعن بعض العبارات اللي بيراها البعض يعني إزاي الكتاب يقول كده وأخذوا إبليس وكأنه يعني الصورة في زهنهم إن إبليس يعني سوري في اللفظ أخذ المسيح كده وجروا وسحبوا علشان يجربوا كلمنا عن معنى التجربة وعن معنى كلمة أخذوا إبليس وأصعدوا إبليس وأهمية هذه التجربة في الإيمان المسيح كلمنا عن موعزة يسوع على الجبل وأهميتها كلمنا عن سموة هذه التعليم وكيف أن هذه التعليم لا يوجد لها مثيل في أي من التعليم الأخرى أو الديانات الأخرى معجزات المسيح أهميتها ومعناها وعددها وماذا تشير وإلى ماذا تشير وهل تعتبر برهان على لهوته أم لا كلمنا عن الجزء ده باستفادة قيامة المسيح حقيقة أم أسطورة وهل فعلا قيامة المسيح هي أسطورة خدتها الكنيسة من المصريين أو من الرومان يعني مثلا من إزيس أو أزريس أو من أسطورة الأسطير الرومانية القديمة أم أن قيامة المسيح لا مثيل لها ولو درسنا هذه الأسطير وحطينا قيامة المسيح جنبها نكتشف أن الفرق كفرق بين السماء والأرض بين النور والظلمة كلمنا عن مين هو يسوع وهل يسوع أعلن عن نفسه أنه هو الله المتجسد أم لا وماذا يعني أن يسوع ابن الله والثلوس وشرحناه خلي نكمل الفيديو ونرجع مع بعض نعلق على بعض الفكرات مهمين جدا هل الرب يسوع فعلا علم عن الثلوس وهل العهد الجديد أيضا علم عن الثلوس أم أن الثلوس كما يدعي المدعي أنه اختراع متأخر اختراعته الكنيسة لكي ما تنادي بلهوت المسيح الثلوس عبارة عن عبادة ثلاثة أعتبر نفسي أنا الآب وبعدين عن يميني الإبن وعن يساري الروح القدس الله أعلن عن نفسه بهذه الطريقة من سفر التكوين إلى سفر الرؤية الله واحد نعم واحد لكنه موجود بذاته ناطق بكلمته وحي بروحه طبعا الفيديو اللي حضرتكم شفتوه ده إنه تلات أشخاص يعني وعمل من نفسه تلات أشخاص وإنه ده اللهوت إنه واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وده الفهم الخاطئ الشعبي عند الغالبية من المسلمين ويمكن عنده كل المسلمين حتى عند الدارسين للأسف إنه أولا ما بيذكر الثلوس بيذكر إنه نحن نعبد ثلاثة أليهة أنا معرفش جابها منين يعني فكرة عبادة ثلاثة أليهة دي مش موجودة أساسا في الكتاب المؤدس لأنه الكتاب المؤدس من أوله إلى آخره بينادي بالإيمان بالإله الواحد والوصية الأولى والعظمى تقول أن تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك ومن كل قدرتك واسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد أنت هو الله الذي صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها بمن تشبهون أن يقول الرب لأنه ليس مثلي وليس سواي كل هذه الأدلة الكتير جدا هو مش قادر يفهم أن وحدانية الله في الفكر المسيحي والإيمان المسيحي هي وحدانية جامعة أن الله موجود بذاته الله ناطق بكلمته الله حي بروحه فلم يوجد وقت من الأوقات كان الله بدون كلمة هل كان في وقت من الأوقات الله بدون كلمة لو قلنا كده يبقى الله حصل له تغيير وحاشى للرب أنه يتغير أنا الرب لا أتغير هل كان في وقت من الأوقات الله بدون محبة الأسئلة دي كلها لما بنسألها لإخواتنا المسلمين بيكتشفوا أنه تصورهم عن الإيمان المسيحي مغلوط هو مش بيحاول يفهم أنا بأؤمن بإيه هو بيحاول يطعن في التصور الغلط اللي عنده عن إيماني يعني هو عمل تصور خاطئ فبيحاول يطعن في هذا التصور الخاطئ اللي أساساً أنا لأؤمن به وده يعني الطامة الكبرى زي ما يقوله طب افهم الأول أنا بأؤمن بإيه وافهم الأدلة الكتابية والمنطقية في فكري وإيماني عن طبيعة الله وبعدين اسأل لكن مش موجودة دي مش موجودة كمل مع بعض الفيديو طب إيه الكلمة اللي ممكن تساعدنا على فهم هذه الطبيعة كلمة الثلوس لأنها لا تشير إلى ثلاث أشخاص منفصلين وكل واحد له جوهر لكنها تشير إلى جوهر واحد لكن له تعينات مختلفة ثلاثة والسؤال هو لماذا أنا مسيحي ده كان موضوع مهم جداً خدنا فيه أربع حلقات كاملين نتكلم عن هذه القضية لماذا أنا مسيحي وحاولت فيه أن أنا أقدم الإيمان المسيحي في مجبله بمعنى إيه يعني الإيمان المسيحي هو الإيمان الذي قدم لي سورة حقيقية عن الله وقدم لي سورة واقعية عن الإنسان وأدم لي أيضاً حل الله لمشكلة الإنسان وأدم لي أيضاً نهاية الزمان وكيف أن الله سيعيد كل شيء إلى أصله فالإيمان المسيحي أقدم لنا زي ما احنا بنسميها The World View كويس أقدم لنا تصور منظور مسيحي كامل بيبدأ بمين هو الله الله الخالق الله المحب الله المتسامي العالي الله الذي قطع عهد مع شعبه الله القدوس ونحط كل الأعلان الله عن طبيعته وعن صفاته تحت هذه النقطة وكلمت في الحلقة دي عن إزاي المفهوم المسيحي الكتابي عن الله يختلف عن المفهوم الإسلامي عن الله ففكرة أنه نحن نعبد إلهاً واحداً دي من أكتر الأكاذيب اللي ممكن يصدقها أي إنسان أنا والمسلم لا نعبد إلهاً واحداً هو مفهومه عن الله مختلف وأنا مفهومي عن الله مختلف مفهوم القرآن عن الله مختلف ومفهوم الكتاب المؤدس عن الله مختلف ما أعلنه الله عن نفسه في الكتاب المؤدس مختلف عن ما يقوله القرآن عن الله مختلف ففكرة ان احنا بنؤمن بإله واحد اعتقد دي يعني مقولة سياسية اكتر مقولة هدفها يعني احنا بنتحك على بعض اكتر لكنها ليست فعلا حقيقة لان طبيعة الله حتى في الايمان المسيحي وطبيعته في الايمان الاسلامي مختلفة الله الجامعة المثلث الواحد من حيث الجوهر المثلث الاقنين في الاسلام ده مش موجود نهيا الله الذي من اجل خلاص الانسان اتى الينا اخذا سورة عبد سائرا في شبه الناس واذا وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت ده مش موجود في الاسلام الله الذي يحب الانسان ويحب خلاص الانسان ده مش موجود في الاسلام في الاسلام الله لا يهتم بخلاص الانسان ولا يهتم حتى بابدية الانسان ولا يهتم بمشكلة الانسان لكن في ايمان المسيحي الله مختلف نهائي عن كده كمان لما قدم لنا الانسان مشكلة الانسان الكتاب المؤدس هو الوحيد الذي قدم لنا المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الإنسان كلنا بنسأل what is wrong with us الخطأ فينا الغلط فينا ليه بنعمل اللي احنا بنعمله للناس بتعمل اللي بتعمله للشر للإثم للفجور للقتل للدبح للظلم للفساد كلنا بنسأل الأسئلة دي هل هو ده الإنسان اللي ربنا خلقه هل هو ده الإنسان اللي ربنا يعني وراء الله وإذ ما صنع حسن جدا مش ممكن مش ممكن يبقى فيه حاجة غلط في الإنسان يبقى فيه حاجة حصلت للإنسان جعلته بهذه الصورة البشعة الكتاب المؤدس هو الكتاب الوحيد اللي قدم لي صورة حقيقية عن مأساة الإنسان وضياع الإنسان وسقوط الإنسان الجميع زاغوا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد قدم لي الكتاب ده كله ما فيش فكر آخر أو منظور آخر ديني خلينا أقول كإسلامي أو هندوسي أو غيره قدم لي هذا الفكر عن الإنسان وقدم لي مشكلة الإنسان الأساسية الكتاب المؤدس هو الكتاب الوحيد الذي قدم مشكلة الإنسان الأساسية فأنا مسيحي ومسيحي عن اقتناع وعن إيمان لأن المسيحية قدمت لي الصورة الحقيقية عن الله والمسيحية قدمت لي الصورة الحقيقية عن الإنسان لكن في نفس الوقت أيضا أنا مسيحي لأن الله لم يترك الإنسان في ضياعه وفي هلاكه وفي شره وفي إثمه الله دبر أمر خلصنا وعشان كده لا الإسلام ولا البوزية ولا غير ولا غيره بيقدم لي هذا المنظور الصحيح الكامل المتكامل إلا الإيمان المسيحي كويس ناخد جزء آخر من فيديو ونعلق عليه أنا مسيحي لماذا أنا مسيحي ولماذا أؤمن بالمسيحية طبعا سائل هذا السؤال باستمرار بيفترض أن الإيمان المسيحي إيمان غير عقلي لا يمكن الإنسان أن يؤمن به ولهذا فهو يفترض أن إزاي إنسان ممكن يكون عاقل بيؤمن بالإيمان المسيحي والنهاردة حابب أتكلم عن هذا السؤال وعن الإجابة على هذا السؤال ويمكن الإجابة على هذا السؤال هتستغرق أكتر من حلقة لكن حلو جدا أن نحن كمان نعرف ونفهم لماذا المسيحي مسيحي ولماذا المؤمنين بالمسيح متمسكين بإيمانهم بالمسيح يسوع الذي يجعل المسيحية متفردة اللي يجعلها فريدة اللي يجعلها متميزة لماذا المسيحية وليس البوزية لماذا المسيحية وليس الإسلام لماذا المسيحية وليس الإلحاد لماذا المسيحية اللي في المسيحية متفرد عن بقية العبادات الأخرى الموجودة في العالم ما الذي يجعل المسيحية متفردة أول حاجة المسيحية متفردة لأن المسيح متفرد لأن شخص المسيح مميز لأنه لا يوجد أبدا شخص يساوي أو يقارن بشخص يسوع المسيح فلا يمكن أبدا أن أنت لو عملت مقرنة ما بين الرب يسوع المسيح ما بين الآخرين كمحمد أو بوزة أو غيره مش ممكن أبدا تجد أنه الاثنين فيهم تساوي المسيحية متفردة لأن المسيح متفرد أن المسيح متفرد في شخصه متفرد في حياته متفرد في عمله متفرد في تعليمه متفرد في دائه وخلاصه الذي صنعه من أجل البشرية ده أول حاجة للمسيحية متفردة لأن المسيح متفرد عجبني دي حقيقة أحبائي يعني حقيقة واضحة وضوح الشمس لا يمكن أبدا لا يمكن وأنا بقولها لا يمكن أبدا أن تضع المسيح في كفة وتضع الآخرين في كفة مش ممكن مش ممكن تضع المسيح في كفة وتضع محمد في كفة مش ممكن تضع المسيح في كفة وتضع بوذا في كفة مش ممكن تضع المسيح في كفة وتضع كونفوشيوس في كفة مش ممكن لا يمكن يعني هي مقارنة أساساً ظالمة من قبل ما احنا نعملها احنا بس بنعملها للتوضيح لكنها أساساً مقارنة ظالمة ما ينفعش تتعمل أساساً لأنه إذا واحد ما بيقارن ما بين النور والظلمة أو بواحد بيقارن ما بين الموت والحياة ما ينفعش لا يمكن أبداً تقارن كيف لنا أن نقارن ما بين الذي كان يجول ويصنع خيراً ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس وبين الذي قام بأكثر من 29 غزوة وقتل وسبى واختصب الكثير كيف لنا يعني ما يجلناش حتى الجراءة احنا بنقول احنا بنعمل هذه المقارنة من أجل بس التوضيح لكن هي فعلاً لا يمكن أن تقارن واعتقد أنه أي مسلم أمين مع نفسه أمين مع نفسه وصادق مع نفسه وعنده ضمير حقيقي لو صنع هذه المقارنة لا ترك الإسلام في اللحظة لأنه كيف لنا أن نترك الكامل ونتبع مش غير الكامل ولا الناقص ده فيه حاجات تانية كتير قوي كيف لنا أن نترك الحياة ونتبع الموت كيف لنا أن نترك النور ونتبع الظلمة إزاي كمان برنامج عبر الكتاب كلمنا عن بعض الأضايا اللهوتية المهمة الأخرى في حلقات سابقة تناولنا هل الجحيم والسماء حقيقة أم هي مجرد حاجة رمزية وكلمنا عن أيضا الوحي في المسيحية والمفهوم الصحيح للوحي في الإيمان المسيحي كلمنا في حلقات كثيرة عن كيف وصل إلينا الكتاب المقدس وكيف وصل إلينا الكتاب المقدس إذا كلمنا في حلقات كثيرة ومتعددة عن هذا الموضوع واتكلمنا من أول ما بدأ موسى يسجل لنا كما يأمره الرب يسجل لنا التوراه ودخلنا على فترة أيضا فترة السبي البابلي والتلموذ البابلي والكتب الذين نشأوا في فترة السبي وكلمنا إلى أن وصلنا إلى العهد الجديد ونسخ العهد الجديد وكيف أتت الترجمات وكيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من نسخة بين إيدينا في الكتاب المقدس كميز كلمنا عن حقيقة وجود الله هل الله موجود؟ وهل يوجد أدلة تثبت حقيقة وجود الله؟ خدنا حلقات كثيرة عن كان فيه يعني وقت كده انشغلنا شوية بموضوع سفر التكوين وهل سفر التكوين يتضمن أساطير هل الخلق ده أسطورة؟ هل السقوط أسطورة؟ هل آدم وحواء أسطورة؟ هل دي كلها شخصيات رمزية الهدف منها توصيل حقيقة إيمانية لكنها ليست حقائق تاريخية كويس اتكلمنا عن حقيقة سفر التكوين كونه تاريخ أم أسطورة؟ وكلمنا عن الجزء ده في أكتر من حلقة كلمنا عن تاريخية آدم وأهمية تاريخية آدم وكيف أن عدم تاريخية آدم يؤدي بنا إلى الإيمان بإنجيل آخر غير الإنجيل الذي نادى به الكتاب المقدس كلمنا عن الطفان ولا كلمنا عن الفصح وهل شرائع العهد القديم مأخوذة من شريعة حامرابي وقررنا ما بين حامرابي وما بين أيضا العهد القديم هل تم تحريف مخطوطات العهد القديم؟ ودي كانت أعتقد ثلاث حلقات أمنا بالرد على الدكتور منقز السقار الذي اتهم أن مخطوطات العهد الجديد تم تحريفها أو مخطوطات الكتاب المقدس تم تحريفها فردينا عليه على مخطوطات قمران كمان وهل يسوع نصب إلها بقرار من مجمع نقية؟ وشفنا أن الإيمان بلهوت المسيح بدأ من فم يسوع المسيح من الأنجيل الأربعة من رسائل العهد الجديد من الكنيسة الأولى كلها وكلمنا عن حروب العهد القديم وهل الله في العهد القديم يختلف عن الله في العهد الجديد؟ وعملنا حلقة كاملة عن الفروق ما بين حروب الكتاب المقدس والجهاد في الإسلام وأنه ده مفهوم مختلف عن دوان وأنه دوان لا يمت صلة أبداً لدوان وأنه إزاي أنه في الزمان والمكان وكواصية مطلقة أنه الجهاد يختلف اختلاف كله عن حروب العهد القديم كويس ردينا على بعض المتشككين والذين يتعانون في الكتاب المقدس ردينا على حلقات في الدكتور مونك السقار على محمد شهين على الباحث وعلى أيضاً محمد السبيع ويردينا على بعض ادعاءاتهم وافتراءاتهم المتعلقة بالكتاب المقدس ناخد جزء من الفيديو ونرجع نكمل مع بعض جداً مقارنة معمولة عملها خادم للمسيح اسمه أرسليو العراقي وحطتها على صفحته على الفيسبوك يقول في الليستة اللي كتبها تفرد المسيح والفرق مبين ومبين رسول الإسلام يقول كده يسوع فتح عيون العمي ومحمد سمر عيون المبصرين يسوع أقام الموتى ومحمد قتل الأحياء يسوع شفى اليد اليابسة وأبرأ القدم المشلولة ومحمد قطعهم يسوع شفى العجوز المنحنية ومحمد شقها نصفين يسوع أبرأ نازفة الدم ومحمد أراقى الدماء المسيح بارك ومحمد لعن يسوع قال لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم ومحمد فاهى هو بأرض الألفاظ المسيح غفر ومحمد أنتقم المسيح رحم ومحمد رجم يسوع قال من طلب منك الثوب فاعطيه الرداء أيضاً ومحمد قال ما تستول عليه من غنائم حلال المسيح قال إن جاء عدوك فاطعمه إن عطش فسقيه ومحمد قال اضربوا الأعناق ولا تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة المسيح انتهر الروح الشغير ومحمد قضى ليلة مع قبيلة من الجان المسيح أعطانا رحمة الرب ومحمد تمناها لنفسه المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة ومحمد قال ما أنا إلا إنسان المسيح حضى على الحب ومحمد حضى على القتال المسيح أوصى بكسب القلوب ومحمد أوصى بكسب المعارك المسيح قدم نفسه قربان ومحمد جعل منا نحن القربان المسيح ضحى بنفسه أكتفي بكذا لأنه بس المقارنة دي زي ما قلت لحضراتكم بتوضح لنا إلى أي مدى فعلاً يسوع المسيح هو النور الذي ينير كل إنسان هو قال عن نفسه أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة في الدقيق لفضله حابب أن أقول أنه إحنا كمان في عبر الكتاب اهتمينا ببعض الموضوعات اللي بنسميها موضوعات أخلاقية أو بيطلق عليها كريسيان إيثيكس اللي هي الأخلاق المسيحية المتعلقة ببعض الأمور المهمة جداً اللي النهاردة بنجدها أو في العالم حوالينا وبصورة أو بأخرى نحن نتأثر بيها وبالقرارات أيضاً التي تأخذ لهذه الممارسات الاجتماعية اللي صارت فيه مجتمعاتنا سواء الغربية أو مجتمعات الشرقية كلمنا عن الإجهاض وهل هو قتل نفس أم لا خذنا حلقة كاملة عن الإجهاض كلمنا عن الشزوز الجنسي وكيف أن الشزوز الجنسي هل هو مرض أم هو خطية كلمنا عن ما يحدث مش بس في الغرب لكن أيضاً ما يحدث في العالم العربي وجبنا إحصائيات كثيرة جداً عن انتشار هذه الأمور في العالم العربي يمكن كلها أو في معظمها under the table لكنها موجودة وموجودة بكثرة وبغزارة كلمنا عن أيضاً المواقع الإباحية وكيف أن هذه المواقع الإباحية هي إدمان وتدمير للأسرة والشخص وللعلاقة الزوجية كلمنا أيضاً عن الانتحار هل هو قتل نفسها للإنسان المنتحر وكلمنا عن نظرة الكتاب للانتحار وكلمنا عن كيف يرى الله هذه الأمور كلمنا عنها وحاولنا نقدم إجابة كتابية عن هذه الأمور اللهوتية المهمة جداً كلمنا أيضاً عن الطلاق وهل الكتاب المؤدس يعني يبيح الطلاق أم لا وكلمنا عنه في حلقاء كاملة وكلمنا عن مفهوم الزواج كل هذه الحقائق مهمة جداً لأننا بنعيش في عالم ساقط والله يريد مننا أن نعيش له كأبناء أشكركم مرة تانية الأجل متابعتكم والأجل كل تشجيع بنغض من حضراتكم بسبب هذا البرنامج ونصلي باستمرار أن ما نقدمه في هذا البرنامج يكون سبب بركة لحياتكم وسبب معرفة أكتر ليسوع المسيح ونمو وخدمة لشخص يسوع المسيح صلوا لأجلنا وصلوا أيضاً لأجل خدمة قناة الحياة والرب يبارككم